لهذه المباراة مباراة قمة مباراة كبيرة فريقين كبيرين جمهورين كبيرين وبالتالي الكل بينتظر هذه المباراة طبعا جمهورين كمان بينتظروا اليوم ده يعني المباراتين في الفيلم الموشي من الحقيقة إذا كان جمهور النادي الأهلي أو جمهور النادي الزمالك دي حاجة مهمة جدا جدا بالنسبة لهم وبيبقى سواء عداء جدا باليوم ده أولا كمان أعتقد أن النادي الأهلي لو بنيجي نتكلم على استغازاته هو طبعا لعب المباراة المؤجرة بتاعته الثلاثة وطبعا كانوا موفقين الحمد لله في جمع تسع نقاط الحقيقة رغم ضغط كبير جدا 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 عشان كده حتى أنا في ناس بيقولوا إن إحنا بنكسب لكن ما فيش أداء ده كويس قوي اللي إحنا بنجمعنا التسع نقاط لكن الناس اللي ما تعرفوش إن الضغوط اللي موجودة دي صعبة جدا الحقيقة يعني إحنا بس مقرد إن إحنا مستر كولر الحقيقة من الموسم اللي فات بيعمل روتاشن صح يعني مش من دلوقتي يعني على طول روتاشن آه على طول بيعمل روتاشن فعشان كده لعبتك بتقدر تكمل لكن لو ما فيش روتاشن الحقيقة كانت الأمور تبقى صعبة جدا 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 طبعا يمكن الزمالك طبعا آخر مباراة هو كسبانها من مباراة فاركو فاركو كسب فاركو كسبان فاركو 2-0 أعتقد إن هي مباراة طبعا مهمة جدا للفريطين نحن نادي الأهلي بنلعب على البطولة و بنلعب إن إحنا نخلص مبارياتنا المؤجلة ونبقى فارق بونطة عن إن شاء الله بإذن الله نبقى فارق بونطة عن بيرمز الحقيقة ونادي الزمالج يهمه طبعاً ثلاث نقاط مباراً مهمة جداً جداً الأهلي عنده إصابات عنده علي معلول عنده بيرسيتاو عنده عمر كمال حتى مصطفى مخلوف هل مثل هذه الإصابات أو مثل هذه الغيابات تؤثر بشكل أو بآخر على نادي الأهلي لا أنا فيعتقادي نادي الأهلي خلاص أنا زمالي لسا بتكلم دلوقتي أسلام الرويتيشن اللي بيعمله مستر كولر كل لعيبة النادي الأهلي جاهزين وكل لعيبة النادي الأهلي فت بشكل كبير جداً 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 فبالتالي لا يعني ما تأثرش طبعاً فيه لعيبة مؤثرة وفيه لعيبة طبعاً بتصنع الفارق غايبة زي مثلاً واحد فيهم معالي معلول يعني معالي معلول ده يصنع الفارق لأي تيم في العالم الحقيقة وطبعاً كل يعني المواسم اللي اشتغل فيها عالي معلول عالي معلولنا بيعتبره خلاص يعني من النادي الأهلي وبعدين من اللعيبة اللي بتلعب باكليفت أو بتلعب باك ناحية الشمال وصنع لعب وبيجيب جوال يعني هو بيجيب جوال وبيصنع جوال كتير قوي صحيح يعني يمكن دي تبان حتى في المباراة اللي فاتت مباراة الدخلية الدخلية آه طبعاً احنا مثلاً عادنا طبعاً كريم فؤاد كريم فؤاد طبعاً بيقدي بيقاة كانت أخيره يعني مشكلة طبعاً ان هو كل ما بيروح ناحية الشمال عشان نلعب الكرة بالشمال صعبة جداً وكروس حتى لما بتلعب باليمين بيقاش مزبط لان هو بيسند وبيعطن نفسه لكن هو بيعمل الواجب الدفاع كويس أوي يعني واجبه الدفاع الحقيقة يعني بيعمله كويس جداً 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 كريم فؤاد الحقيقة